النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخميس السادس والعشرين من أيدول العام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر بأطراف كتلة هوائية حارة مرافقة لمرتفع جويا شبه مداري علوي من المتوقع يتعمق في أجواء المنطقة مع ساعة نهار اليوم الخميس تظهر تأثيراته الحرارية واضحة أيام الجمعة والسبت تبدأ درجات حرارة بالانكسار اعتبارا من الاثنين نكون مع كتلة هوائية معتدلة منتصف الأسبوع بمشيئة الله تعالى بناء على ذلك نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقصي اليوم الخميس خريفيا مشمسا مستقرا حارا نسبيا تسجل درجات الحرارة 33 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 16 درجة مئوية وتكون الرياح غربية هادئة عند عشر كيلومترات في الساعة نهار الجمعة توقع تتعمق الكتلة الهوائية بشكل أوضح في أجواء المنطقة لترتفع درجات الحرارة مسجلة 34 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 16 درجة مئوية كما تبقى الرياح معتدلة عند 15 كيلومتر في الساعة السبت أجواء خريفية مشمسة حارة بوضوح توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل 36 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 17 درجة مئوية كما تبقى الرياح غربية هادئة عند عشر كيلومترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد ما تتوقع بإذن الله تعالى أن تمي درجات الحرارة الانخفاض اعتبارا من ساعات نهار الأحد ليكون التقسو معتدلا خريفيا مشمسا كتلة هوائية معتدلا منتوقعة سبب وحالة من عدم استقرال جوي منتوقعة تؤثر على المنطقة منتصف الأسبوع القادم مطلع شهر تشرين بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بتطورات حالة جوية القادمة الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته